مالتي ازاي على فكرة أصل المثل؟ فديتي منين؟ سورش سورش عائل سورش ندور بقى لقيت كتب كتير طبعا لقيت كتب فيها في موسوعات يعني أول لما بدأت موضوع الكلمات والأمثال بنت الدكتور إبراهيم شعلان كلمتني ومشكورة يعني طلبت مني أن أنا أروح لهم لأنه باباها عامل موسوعة من ست كتب للأمثال الشعبية جمع الأمثال الشعبية بمعانيها فالدوني الموسوعة دي هدية فأنا عندي موسوعة كبيرة غير طبعا الكتاب بتاع أحمد طيمور باشا غير الكتب بتاعة الأمثال العربية في كتب كتير قوي موجودة وفي حاجات بتحكي جوها الحواديد وهتلاقي مثلا حدوطة هنا وحدوطة تانية هنا الجمعة مختلف خلي بالك برضو أن الموروث ودي حاجة دايما بقولها عمرك ما هتعرفي القصة حقيقية ما في المياه ولا لا تمام لقيت في تفاعل مع الناس في قصة الأمثال لقيت في تفاعل مع الناس في حبهم للتراث لقيت في تفاعل مع الناس بارتباطهم بفكرة تاريخنا أصلنا حكاياتنا قصصنا ولا حستي أن الموضوع يعني شوية أو شوية لا بصي زي ما أنت لسه قيلة من شوية إحنا شعب بيحب أصلا النستالديو فلقيت وبنحب الحواديد التفاعل الجميل ده طبعا لأنه الناس في الآخر بيشوفوا أنت بتقدمي لهم إزاي يعني أنت بتقدمي لهم الحاجة بأنه شكل أنت ممكن تقدمي الحاجة تبقى لذيذة جدا جدا بس أنت تقدميها بطريقة محدش يبقى مهتم أن هو يشوفها ممكن تقدمي حاجة إحنا كلنا عارفنا بستقدميها بشكل مختلف شكل وظريف فالناس تتفاعل معي فلا الأمثال من الحاجات الحمد لله للناس حبتها جدا جدا وتفاعلت معها قوي زمان يمكن كنا بنشوف أنه أوقات بنسمع أمثال في السيناريو بتاع الفيلم يعني مثلا ماري مونيب الله يرحمها كانت دايما تقول مثلا أمثال كده وهي بتسخن ما بين الراجل والست وما هي عاملة دور الحمى والحاجات دي كان يبقى دايما كده فيه مثل في النص ومش بس طبعا في الجيل بتاع ماري مونيب يمكن ده يعني بعد كده تنقل في السينما وتنقل بالوقت يمكن مش موجود قوي قل شوية ليه علشان زي ما كنت بقولك أنت الجيل اللي طالع اللي لسه جديد هو أصلا مش فاهم أنت بتقول إيه يعني الأمثال دي حاجة بالنسبة لي هو أصلا مش مدركة أو هو مش فاهمها فهو بيتعاملوا أنه طول الوقت هما على انفتاح على جوجل على تيك توك على يوتيوب ما بيشفوش الحاجات دي بيشوفوا بلاجرز بره بشوفوا بيتكلموا إزاي بشوفوا بيعملوا إيه فهو ممكن قلقت حاجة من ممتي مثلا ممكن حاجة فالدراما غالبا بتعكس وقع اللي أنت عايشة فيه دلوقتي وفي حاجات طبعا بتبقى تراثية وحاجات تاريخية بس هي بتعكس اللي موجود دلوقتي أيوة أيوة اللغة دلوقتي أكتر السقافة مختلفة اللي بيتنقلوه مختلف خالص اللغة دلوقتي اللي احنا بنتكلم بيها غير الأهلين بيكلموا غير الأهليهم كانوا بيكلموا بيها فانت بتعكسي بس لسه في الأحياء الشعبية يعني في الأحياء الشعبية بتلاقي ناس وعلى فكرة مش بس في الأحياء الشعبية صح في ناس كتير عندها تراس بواها مصري مخزون مصري كبير في ناس هي اهتمامها بشكل أساسي ودائما تلاقيهم راجعين للتاريخ ودائما تلاقيهم بيغضوا أولادهم ويودوهم مثلا نتاحف ويقولوا لهم ده التاريخ كذا وده لما حصل يعودوا يحكوا لهم فيه ناس مهتمة بس الغالب مش مدرك أو مش معنا قوي في نفس الموضوع ده عشان كده بنحاول نوصل لهم بطريقتهم بنحاول نرجعهم شوية للأصل بقى انت الفكرة كلها في التراس أو في الهوية دلوقتي انت عندك أصلا مشكلة أو حاجة بتتصعد كل شوية مع الانفتاح طبعا فيش حد هيعرف يتحكم فيه طبعا وعندنا أجيال ما تشعرف تتكلم عربي أصلا احنا عندنا أجيال ما بتنتقشهم عربي مش ولا بتكتبوا ولا عارفين ده ده حقيقي فانت دلوقتي لازم توجهي ده بشكل من عندك انت لازم توجهي بشكل كمان لذيذ شكل حلو شكل مادرن عشان هما يقبلوه لكن لو انسي بقى هتعادي كده وتعادي تحكي فت محدش يسمعك أصلا يعني لكن هم عايزين يشوف حاجة شكلها ايه ده ولا يتنسي عادي يعني احنا عندنا حاجات لذيذة هوا بتقولي حاجات شكلها لذيذة أنا ممكن أحفظ منك حاجة ممكن أقول منك حاجة فشوية شوية احنا لازم نطلع بحاجة تواجه الانفتاح الفضيع بشكل حلو لانه لو بتعمل بشكل وحش هيقفله من الزيذة محدش يشوف حاجة فانتي محتاجة لأحنا محتاجين نشتغل احنا نطلع بقى الثقافة والهوية والتراس واللبس والحاجات دي كلها بشكل لذيذ وفي نفس الوقت فراش ومش حاجة قديمة ومطربة علشان الناس تبدأ ترتبط بان ليهم حاجة أصلا بتاعتهم شبههم ويبدأوا هم بقى يطوروا عليها لان هم يقدروا يطوروا عليها طبعا علشان الانفتاح